بسم الله وصلاة 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 وسنبغى صامدون بإذن الله حتى تحقيق النصر إن شاء الله والنصر غريب بإذن الله كيف هي معنوياتكم أبو عبد الله بعد تحرير لواء 113 صواريخ؟ الحمد لله رب العالمين المعنويات عالية جدا واقتنمنا بعض الذخيرة من لواء الصواريخ 113 وسنوجهها إن شاء الله إلى مطار غير الزور العسكرية بما أنها مية كافية بس إن شاء الله نستكملها إن شاء الله طيب أبو عبد الله ما هي الصعوبات التي تواجهكم أثناء رباطكم منكم؟ نواجه بعض الصعوبات وهي نفتقد الذخيرة الثقيلة وذخيرة المضادات أبو عبد الله في الختام ما الرسالة التي نتوجهها المجاهدين على هذه الجبهة؟ نسأل الله أن يمن علينا بالنصر الغريب إن شاء الله تعالى ونوجه رسالتي إلى الأخوة الذين تركوا الرباط على مشارف مطار غير الزور العسكر ونقول لهم رباط يوم في سبيل الله كصيام شهر كامل صيام النهار وقيام الليل جزاك الله خيرا أبو عبد الله وعرك الله فيكم مولان تكملات